أهلاً ومرحباً بكم بداية أبدأ معك من كواليس هذا الاتفاق يعني ليست هناك قضايا على هذه الدرجة من الغموض الأمور كانت واضحة من البداية منذ أكثر من 20 يوماً والحديث جار عن شفقة إنسانية تتضمن البنود التي تم تناولها في هذا الاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق المساعدات الطبية والغذائية والمحروقات إضافة إلى إطلاق صراح الأشيرات والأسر الأشبال الأطفال فبالتالي الأمور كانت جائية وواضحة ولكن تلك إسرائيل ومكابرة نتنياهو في قدرته على تحرير الأسرة دون الحاجة لإجراء أي صفقات مع المقاومة هو الذي حال دون تنفيذ هذه الصفقة في وقت مبكر ولكن هو وصف هذه الخطوة بالصعبة وإذن هناك مخاوف وأصوات بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة والأكثر طبعاً تطرفاً منهم يصفونها بأنها خطوة ربما تدلل على فشل إسرائيل في أرض المعركة فهناك بداخل الإسرائيلي انقسام يعني ليس هناك إجماع في إسرائيل حول هذه القضية دائماً قضايا من هذا النوع تكون محل خلاف وجدل لكن التيار اليمين المتطرف الفاشي بقيادة بيكبيروش موتريت يعني هذين طيارين ضعيفة خلال الحرب لأنهم كانوا من ضمن أسباب حالة التوفر التي قادت لهذا الانتجار الكبير والذي تداعياته كانت خطيرة على الجميع هؤلاء يعني مواقفهم مواقف عدائية يحاولون إظهار يعني عدم ضعبتهم في أي نوع من أنواع الحوار والمفاوضات لكن ذوي الخبرى في إسرائيل وأصحاب التاريخ العسكري والأمني يفكرون بطريقة مختلفة عنهم ويدعمون أي توجه تفاوضي يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق الغاية المنشودة وهنا بالنسبة لهم تحرير أسرعهم حتى لو أدى ذلك ثمن يعني كثير من قادة إسرائيل السابقين والذين كانوا تبوأوا مراكز عسكرية متقدمة على مثال إيهود براك وبوغي علون وداني ياثوم وآخرين كثيرين شؤون المفاز كلهم قالوا أنهم مع إتمام هذه الصفقة بل أنهم مع صفقة واحدة كبرى يتموا بموجبها إطلاق صراح كافة الأسرة الإسرائيليين مقابل كافة الأسرة الثلاثينيين وسيد قدورة أسألكم الآن بصفتك رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين هل هذه الصفقة وهذه الهدنة والعدد المقابل لخروج خمسين محتجز لدى الفصائل الفلسطينية مقابل مئة وخمسين هل هذه الصفقة تعتبر مرضية بالنسبة لكم؟ يعني الأمور لا تقاس بهذا الشكل يعني هذه الصفقة ليس للعنصر الوحيد فيها تبادل الأسرة يعني هذه لا يمكن أن نطلق عليها صفقة تبادل الأسرة بالمعنى التقليد النمط الذي تعودناه في صفقات سابقة هذه صفقة أكثر اتتاعا وأكثر شمولا الأسرة جاءوا بندا من بنودها وليس كل بنودها وقف اطلاق النار هذا مهم لأهلنا ولأمناء شعبنا في قطاع غزة إدخال المواد الغذائية والطبية والمحلوقات المسائل الأساتية لا تقلوا قيمة عن تحرير الأسرة ولذلك نعم نحن نعضون كل الغضاء ونعمل أن تتكرر صفقات من هذا النوع أو أن تقتنع إسرائيل أخيرا وتوافق على صفقة واحدة شاملة تشمل كافة الأسرة ونعمل أيضا أن يكون هذه مقدمة لوقف اطلاق نار يقود في النهاية إلى وقف الحرب كلية نعم أشكرك شكرا جزيلا من رمالة أستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين شكرا جزيلا لك